أفاصيل الشهادات من البنك الأهل المصري والاقتراض بضمانها وارتفاع على عائد أبرز خصائص صندقة لإستثمار في البنك الأهلي وبعد قرار البنك المركزي بتثبت الفئدة البنك الأهلي المصري بيقدم أعلى شهادات الضخار ومي أسعار العملات فيها البنك الأهلي اليوم وتعرف على أسعار العائد على حساب التوفير في البنك الأهلي المصري وفاجأة للجميع فئدة شهادات البنك الأهلي اليوم 23-9 بقى على عائد جميع التفاصيل وكل ما تريد معرفته عن القرد الشخصي من البنك الاهلي مزايا متعددة وما هي مميزات حساب توفير المعاش من البنك الاهلي وتعرف على التفاصيل وبيان عاجل هتكسب يعني هتكسب شهادات البنك الاهلي 2023 بقى على عائد وتعرف على التفاصيل كاملة حط فلوسك في المكان الصحي واختار بين أفضل 9 شهادات السمار بقى على عائد ترحطها البنوك بعد قرار مركزي خلال تلك الفترة يتردت الكثير من المواطنين لمعرفة شهادات البنك الاهلي المصري وأسعار فائدة شهادات البنك الاهلي وذلك من أجل المهتمين بشهادات البنك الاهلي حيث نجد أن الأخبار المتعلقة باجتماع البنك المركزي قد تصدرت محركات البحث قبل ساعات قليلة قبل انعقاده وكان ذلك بهدف مناقشة أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة فيما يبحث عادة كبير عن وعاء الدخار آمن للحفاظ على المتدخرات والإستثمارات من خلال المقال وسوف نوضح لكم جميع التفاصيل يقدم البنك الاهلي المصري شهادات الدخار بعواد مختلفة الشهادة الأولى ذات العائد سابت 19% وتصرف شهريا لمدة 3 سنوات وتبدأ قيمة الشراء من 1000 جنيه ومضاعفتها الشهادة الثانية 22% من البنك الاهلي وفيما يتعلق بالشهادة الثانية بما يسمى العائد التدريجي لمدة 3 سنوات حيستبلغ العائد الشهري للسنة الأولى 22% 19% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة ويبدأ الشراء من أول 1000 جنيه الشهادة الثالثة شهادة بنك مصر 19% وقدم بنك مصر شهادة الدخارية بعد سابت 19% ويعمل البنك الاهلي من شهادات الادخار ومنها شهادة سار وفلس ولا اتصل لحد الأدنى للشراء وفيه متابعة مستمرة لآخر أحداث البنك الاهلي والأخبار الجديدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو